أقدر أقولك كده جزما بأنه الحديث مع ضفن العزيز المهندس أشرف نصير استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة هيبقى حديث ممتع جدا لأنه صحيح أنا مش من أبناء أنه الجواب بيبان من عنوان ولا الكتاب بيبان من عنوان ولا الكلام ده أنا حب أقرمتني الحاجة كده وأدقاقها تطقيقا وتفصيلا بس تجذبنا أطراف الحديث في السريع أنا والمهندس أشرف فعرفت وتأكدت أن الحديث هيبقى بجد شيء بقدر ما هو مفيد وهم منورنا مش مهندس أهلا وسهلا بحضرت إزاي الصحر أهلا وسهلا بحضرت أنا بقول الكلام ده علشان إحنا كنا بنتكلم هو الناس نسيت 2014 كانت الدنيا عاملة إزاي صحيح صحيح بص حدك يعني أنا في عجالة كده هقول لحضرتك إحنا في 2014 كان عندنا عجز في الطاقة بنسبة 25% كل هدف الحكومة كان عبارة عن التوزيع العادل للعجز ده تسدق بقى يعني هم بيحاولوا أن هم يخلوا التوزيع على مستوى الجمهورية عادل للعجز 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 كان عندنا في 2014 وتذكر الرقم ده 31 ألف ميجا وات 31 ألف ميجا هو ده كل كل الإنتاج بتاعتق كلها في جمهورية مصر العربي كان عندنا عجز 25% دلوقتي إحنا أضفنا 28 ألف ميجا وات زيادة يعني تقريبا ضعفنا القدرة اللي كانت موجودة في 2014 وباقت الضعف يعني أنا بنتج طاقة لو أنا افترضت جدلا من وقت ما عملنا سد أسوان مش السد العالي في بداية القرن العشرين بالضبط كده لحد 2014 كانوا 1-30 ألف ميجا وات كلنا 1-30 ألف جيت أنا في السبع سبع سنين ونص عمنا ضعفهم تقريبا ده مش إنجاز ده إنجاز الإنجازات بالضبط كده وبقى عندنا فائد 25% فانا بدل عجز عندنا فائد 25% عندنا فائد دلوقتي 15 ألف ميجا وات إحنا قادرين بيهم دولات قادرين بالقدرات المستقبلية إن إحنا نكون مركز محوري للطاقة في القارة الأفريقية ومركز لإدارة الطاقة وإن إحنا نبقى المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة وبين أوروبا وأسيا وأفريقيا نحن نكون حلقة الوصل بينهم في هذا المدين حلو